النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الذهاب إلى الكهان و قال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا بأشياء تقع قال بيّن عليه الصلاة والسلام كيف تقع مثل هذه الأشياء مثل هذا المنجم الدجال هذا له ارتباط بالجن و لذلك هذه الكلمة لما يلقيها الله عز وجل على جبريل لما يوحي بها الله عز وجل على جبريل بهذه الكلمة و جبريل ينقلها للملائكة في السماوات يسترق الجني هذه الكلمة فيخلط معها مئة كذبة فالناس لما يقول الكاهن هذه الكلمة و شفونا واقع وقعت ينسون المئة كذبة اللي يكذبها اللي خلطها مع هذه و لذلك يركزون على هذا و يعتقدون في هذا الكاهن و العياذ بالله و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليسوا بشيء و لا شك بأن كلامهم فتنة مقطع الفيديو المنتشر يصل إلى الإنسان فيصدق هذا الأمر إذا صدقه كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا سألوا مجرد سؤال فقط من دون تصديق لم تقبل له صلاة أربعين يوما يعني أجر صلاة يجب عليه أن يصلي لكن ليس له أجر الصلاة و لذلك أخي الفاضل هذا المنجم الذي يخبر بهذا الشيء ثم يقع هو أحد رجلين إما أن يكون رجل ينزل عليه جبريل و جبريل ما ينزل إلا على من؟ على نبي و إما أن يكون كاهن تنزل عليه الشياطين و الله جل وعلا قال قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم فهذا أفاك أثيم توحي إليه الشياطين فيسترقون السمع و لذلك الجن هذا يخدم الإنسي حتى قال سفيان في قضية استراق السمع أنهم يركب بعضهم إلى بعض حتى يصلون إلى السماء فيستمع الجن إلى الكلمة فينزل بها إلى الذي تحته حتى تأتي إلى الكاهن فيقول الكاهن هذه الكلمة و يخلط معها مئة كذبة هنا يأتي الإيمان المؤمن الذي يعتنق عقيدة الإسلام و عقيدة الصحيحة يكذب بهذا و يعلم بأن هذا فتنة أما ضعيف الإيمان و ضعيف العقيدة لا شك بأنه سيقع ضحية لمثل هذا و يصدق مثل هذا الأمر فيدخل في متاهة